أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرء أخرى عزائي المشاهدين جيمي عايز برضو أسألك تصريحات وليد ركراكي عجباني الحقيقة يعني مباراة بدأت بدري قوي ما بين موسيماني وريكراكي تصريحات نفسية بيحاول شوية اللي كان مميز بالتصريحات دي من قبل حتى ما ييجي النادي الأهلي هو بيتو فهو بيحاول أنه يستبق وأنه يشيل الضغوط من على لعبته أنه منادي الأهلي صحيح سهل لا ممكن يعني هل في حاجة اسمها كده أنه يقدر يشيل الضغوط من على لعبته أنا بلعب نهاية هو بيحاول بيحاول أنه يقلق الضغوط أنتوا عملتوا بطولة كبيرة ووصلتوا للفاينل هو أكيد بيقول لي لعبته حاجة تانية خالص قلت اللبس تصريحات العلانية قصة تانية وده اللي كان بيعمله بيتو دائما أنه بيحاول إحنا لعبه كبير أنا عمري مثلاً مفكرت في تصريحات يعني جوزي مثلاً كلامه معنا غير لما يطلع يقول حاجة تانية عمري ما فكرت أنه أنا أرى مثلاً هو بيقول إيه بس يعني بيني وبينه حاجة تانية أو بيننا وبينه يعني مش بيني وبينه حتة جوزي قبل ما يكمل جيمي تفتكر التصريح اللي قاله في الولاية الثالثة لما جاء وقاله حتى في شكل لطيف نادي الأهلي لما كان متأخر شوية في النقاط مع نادي الزمالك وقت كابتن حسام حسن كان مسكي بريح على حكسة بوصل لأ قال حتة كده للناس هو في الأخر المؤتمر رح بدحكي كده قال إيه الفرق بس تمسك شيكابالا وملكوش دعوه بالباقي لأن وقتها شيكابالا كان مع الزمالك وكابتن حسن هو محور أداء الفريق في الكار السابتة بيعمل لهم صناعة لعب كان بيجيب أهداف من فوق كان شيكابالا عمل حالة في نادي الزمالك وقتها في الدوري وكان ميكسبوا من نقاط كتير فهو بشكل لطيف كده رح قيل في الأخر المؤتمر الفرق بس تمسك شيكابالا والباقي معه والضغط تصدر عند نادي زمالي وكابتن شكابالا والأمور فده ساعات الحاجات دي ساعات فيه لعبة لو ممكن لعبة الأهلي مثلا هو يظن فيه بعض لعبة الأهلي ما يبقاش عنده خبرات أو ليه أنا صدر نفس الضغط دلوقتي يوم بيكلموا عن نهائي وبلدي مغرف أنا عندك حرمي الكرة في ملعبهم الإعلام عندهم يتكلم في القصة دي فأيامنا ما كانتش في سوشال ميديا كتير كده لكن ما فيش كبير بشكل جيد كده فكنت بتقرأ الجرائد أو المواقع يعني على التليفونات فالجرائد لما كنا بنقرأ أنا عمري في حياتي مثلا ما كنت بروح أبص للمدرب الفريق المنافس في حياتي أنا شخصيا دلوقتي اللعب للأسف يعني هو بيعمل بس كده بالموبايل هيشوف كل حاجة بتتقال فكل مدرب يبقى متخيل دي ممكن تعمل ضجة مثلا في الإعلام المصري يبتدوا يتكلموا عني وتصريحاتي اللعيبة تبتدي والجهاز الفاني ركز يردوا عليها في ناس ممكن كده لكن أعتقد بيتسو مسماني رح رددها على طول ما أنا بقولك ده زكاء بقى جيمي يعني ده زكاء جدا من ريكراكي ومن بيتسو طبعا هو تعامل هي مباراة نفسية قبل ما تبدأ كل بقى الأجواء والظروف بما فيها التصريحات سواء من وليد ريكراكي أو بيتسو إنه هما إزاي يطلع تصريحات تطلعني كفرقة تطلعني كفرقة كرأي عام أبعد أبعد الضغوط تماما عن فرقتي أبعد ماليش علاقة خالص وماليش علاقة خالص هو بيقول إيه في قط اللبس وبيشتغل مع لعبته إزاي وبيحضرهم نفسيا وزهنيا إزاي للمباراة فالقصة طبعا مختلفة تماما لكن هي تصريحات مجرد إن أنا بحاول أكسب مساحة أرض أزود تركيز فرقتي فيه